تمديد اعتقال المتهم غيابياً وقانون الجرائم الإلكترونية وإلزام المواطن بمسؤولية إحضار شهوده وغيرها جملة من القرارات بقانون تمس حق المواطن الفلسطيني وتحاربها نقابة المحامين بالإضراب اللجوء إلى القضاء حل ربما أصبح ذي مخاطرة بالنسبة للمواطن الفلسطيني بعد جملة تعديلات قانونية تدعى قرارات بقانون تراها نقابة المحامين مجحفة وخاضت لأجل إسقاطها إضراباً منها دون حصر أن يتم تمديد اعتقال المتهم غيابياً دون مثوله أمام قاب تلك التعديلات تنعكس على حقوق المواطن الدستورية تنال من ضمانات المحاكمة العادلة تنال من حقوق الدفاع وهي ليست المعضلة في حقيقة الأمر ونجد أن في تلك التعديلات اعتداء خطير على تلك الحقوق والحريات العامة من ضمن الخطوات الاحتجاجية وطريقة الاحتجاج والنضال النقابة أعلنت نقابة المحامين عن اجتماع للهيئة العامة بتاريخ 31 تموز من الشهر الحالي من أجل نقل جميع المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين أي أن فلسطين ستخلو تماماً من أي محامي فلسطيني مزاول شلل عام بمرفق القضاء وتحول كافة المحامين إلى غير مزاولين أي أن تخلو فلسطين من أي محام مزاول هو ما تتوعد به النقابة في حال عدم الاستجابة لمطالبها والتي أعطت مسبقاً مساحة كافية للحوار الإضراب يلحق الضرر بالمحامي أولاً وأخيراً قبل المواطن بالنهاية المحامي يعني عمله اليوم هو بالمحاكم إضراب المحاميين يشل عملية التقاضي بالكامل بمعنى أنه جميع الملفات اللي بحضروا فيها المحاميين سيتم تأجيلها المواطن ممكن ينظر لهذا الإضراب من ناحية سلبية أو من زاويته هو كشخص اللي ممكن يفكر فيها أنه أنا شو زنبي تتأجل قضية إلى أشهر بس أنا بوجه رسالة من هون أنه لا أنت بدك بالنهاية تطلع على المصلحة العامة لأنه صحيح في ضرر لو تأجلت قضيتك لشهر أو شهرين ولكن الضرر الأكبر هو في حال أنه نفذت هاي القرارات بقانون بالصورة اللي هي عليها قرارات بقانون تعارض قوانين أخرى وتتيح مدخلاً للاعتداء على حق المواطن تخبط واضح في المنظومة القضائية الفلسطينية والذي إذا لم يعالج سيفقد المواطن تماماً ثقته في اللجوء إليها من رمالة المحتلة أسيل سليمان رؤيا